الأكل العطيف هو ده المسمى بس ممكن أنا شرحته للناس بشكل بسيط إحنا في كل أحوال بنحاول نطلع اللي عندنا في الأكل أو بنسترجع ذكريات عن طريق الأكل حاجات كتير قوي القصة دي جايز زي بنشبع رغبة بالأكل يعني هو الاموشنال إيتنج هتلاقي معظم يعني طبعا رجالة وستات بيعوا فيه بس معظم الشريحة الكبيرة قوي اللي بتوعى فيه الستات يعني هتلاقي ستات وبنات كتير قوي بيشتكوا أن هما بيأكلوا من غير ما هما بيكونوا مركزين هما بيأكلوا إيه بتيجي مثلا بعد ما بتنايم الأولاد بالليل بعد مذاكرة ويوم طويل تلاقيها دخلت مثلا على باكت عيش خلصته بر شوكولاتة كبير بتاكل حلوات كتير قوي سكريات بشراها نون ستوب يعني هي أصلا ما بتفكرش ما بتبقاش جعينها يعني في الأولى في الآخر الاموشنال إيتنج ده أو الأكل العاطفي أو الجوى العاطفي أو الكونسب نفسه اللي احنا بنتكلم فيه أنت ما بتفكرش أنت بتاكل ليه أو أنت بتاكل عشان تشبع رغب جواك سواء أنت عندك سترس ضغط نفسي متوتر في ناس كتير قوي بتستخدم الأكل عشان تغطي على موضوع التوتر ده بيلجأوا للأكل عشان كده بنسميه comfort food وضع لأجل التوتر بيعمل نتيجة معهم لفترة قصيرة لأن في سايكل بعدها بعد كده بتبقى إحساس الزنب وأنا عملت كده ليه وبعدين كل واحد يعني يتلاقي ناس مثلا في فرق ما أنت تكون جعين عضويا وجعين نفسيا يعني الجوع العضوي أنت بتحس في كيوز بتطلع يعني بطنك بتبتدي بتحس أن أنت جعين في كيوز كده معينة بتطلع هو بيجي فجأة فجأة أنت عايز تطلب من المحل الفلاني كذا 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 فاهم يعني بازبوسة بالقشطة ساندويش مش عارفة بيرجر ومعها فرايز أيوة هي بتبقى كده يعني بتيجي زي هجمات كده فجأة وفي ناس بتستسلم لها في ناس الوعية بتبقى فهمة ده بيحصل لي ويبقى ليها مدة معينة المشكلة كلها نحن مقامة بنكمل في السايكل دي بنبتدي مثلا ناكل نخلص بعدها بشوي نحس ان احنا عندنا احساس الزنب ان احنا ازاي عملنا كده طبعا على حسب الفترة اللي انت فيها في زيادة وزن أقول كده كده بوزت وأكمل أيوة كده كده بوزت وأكمل للأسف الناس بتشوف انه هي كده كده بوزت وأكمل ما تعرفش ان احنا لأ انت ممكن تلحق نفسك يعني خلاص ادي لنفسك فرصة النهاردة بتعمل كده بكرة زبطت الدنيا بعده اعمل كده طب لو حالتي نفسية تحسنت ما هي تتحسن لقد ايه بفضل برضو مكمل في الدايرة انت بتتحسن لفترة زمنية قصيرة جدا ترجع تاني يحصل لك دروب زي مثلا ما تاكل سكر السكر بيديك احساس بيعلي السيراتونين بيعلي الدوبامين عشان كده في علاقة ما بين إفراز السيراتونين والدوبامين والشوكولات والشوكولاتة بس دي بتبقى والشوكريات عمتا لان السكر بيديك احساس بالسعادة احساس ان انت احسن بعدها بساعتين تلاتة هتلاقي حصل دروب بيحصل لك دروب في الموت فتحتاج تاخد سكر تاني فانت في سايكل ما بتتقفلش وبعدين انت بتخلي معدل السكر طول الوقت عندك طالع نيزل طالع نيزل مش ماشي ستيبل فانت بتجوع اكتر اما بيبقى فيه سترس بتاكل سكر بتاكلنا شوية بتاكل سكريات بسيطة او بروسس اللي هي بتبقى مصنعة طول ما انت طول الوقت عايز تاكل سكريات طول الوقت جعان طول الوقت فيه مشكلة عندك جوا في معدل السكر فيه مشكلة عندك في الانسولين لان انت البنكياس طول الوقت شغال بيفرز انسولين عشان يحرق السكر فانت افراز الانسولين ده برضو بيجوع نفس الحاجة مع حد عنده سترس عالي جدا جسمه بيفرز سترس هورمون اللي هو الكورتيزول الكورتيزول بيفتح الشهية فاحنا بنبقى من كل ناحية ترجمة نانسي قنقر